يا صباح الخير يا اللي معانا وصباح الرزق والسعادة وكل حاجة حلوة يا رب جيت كده دايما ونحب ان احنا نبدأ مع حضراتكم بالتفاؤل نحب ان احنا نبدأ كده نقول صباح الخير وان شاء الله نأمل ان اليوم يكون كده بيصير بشكل احنا حبينه وبالطريقة اللي احنا كمان نتمنى ان هي تسعدنا وتسعد قلبنا بس المهم الساعة هرجع اقول تاني والباقي هيكون اكيد على ربنا صباح الفل والسعادة مش عارفة فيه تفاؤل عندي زي مش عارف انا مش بناي حالي الطاقة الايجابية ليش حينفع كده عصد ولسه مادري اقوى عن الطاقة ديانة صباح الفل عليكي صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا كل مكان في العالم يوم جديد وبدأت حلقة جديدة من 10 الصبح بالاهلي ان شاء الله تسعد معنا في حلقتنا النهاردة كالعادة هنتكلم فيها بقى اولا عن ماتش النهاردة تانيا عن كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي بكل فروع وكل الرياضات والمختلفة هنتابع معكم اكيد الصحافة الرياضية ده كله بيكون دايما في الجزء الاول لكن الجزء التاني ان شاء الله سيكون عندنا فقرتين حواريتين الاولى حينورنا من خلالها الاستاذ محمود شوقي وهو مؤلف كتابي الاساطير شهادات للتاريخ والمكفوفين وكرة القدم دي الفقرة الاولى الفقرة التانية يعني ان شاء الله برضو حينورنا من خلالها كابتن ايهاب المصري مهاجم متخب مصر السابق اللي ان شاء الله برضو هنفتح معه كتير من الملفات اللي تهموك بمعنسبة التاقة الإجابية على فكرة عايزة اقول لك على حاجة يعني عارف انت حتى لو مثلا يوم صحيت وعندك زحمة حاجات كتير جدا في مشوير احنا ققل بي عندنا مشوير مش عريضين نعملها اصلا تبقى صحي اليوم كده ياه اليوم ده طويل 어디 عارفك لو انت صحيت عندك كده احساس ان لا كل حاجة هتبقى ماشية بطريقة حلوة أنا مش هبقى متضايق ما تتوقعش اليوم هيمشي بشكل سلبي هتلاقي الدنيا بقت اسهل حتى لو هتعمل نفس الحاجات في الشجرة تتغير بس هتلاقي الدنيا سهلت أكتر فده الباور اوف باوزيتف تينكينج لو سامحت. يا سلام. انا مرة بقى من حوالي أسبوع بالنسبة الباوزيتف بصي فكرت في اللي انت بتقولي وقلت انا حنزل لزيز لان انا بفرهد من وإلى اي مشوار بروح. انت ساكن كمان بعيد قوي. وبعدين انت وانت في المشوار البعايد انت بتتعاملي مع كل انواع الشخصيات بتشوفيها من خلال او منعكسة من خلال طرق مختلفة جدا في السواء. فانت عندك يعني في حاجات كثيرة جدا بتحصل معك في المشوار الواحد. عوامل خارجية بتتبقى. بتخرجك برا حالة السلام اللي انت فيها ولي انت مقرر ان انت تكون فيها. فهمت زي. ساعات كثيرة ببقى فيه قوة خارجية بس اللي عايز يبقى متفائل ورايق بيعرف يبقى متفائل ورايق. او ياخد مهدئ. او ياخد مهدئ. صحي. خلينا النهاردة نبدأ بحضراتكو ازاي ما احنا عارفين خلاص. يعني كلنا متراقبين المباراة النهاردة للاهلي امام فاركو. هتكون على بلع طبعا الاسكندرية ده في الساعة الثامنة تحديدا. طيب كلنا يعني عندنا كده يعني امل وعندنا حساس ان احنا خلاص يا رب نحافظ على الصدارة الموجودة للاستعادة اللقب مرة تانية. لان ده حقنا وده اللي احنا نعرفه. نادي الاهلي هو ده اللي معودنا عليه. طبعا الى جانب ان احنا كمان نكمل منافساتنا القرية واحنا مرتاحين البال. لان ده اكيد بيؤثر على ده. فان شاء الله ان شاء الله الفريق النهاردة يفرحنا ويكون فيه كمان يعني لعب على الارض جيد جدا. انا دايما من الناس اللي بتحب النتيجة تبقى جيدة. بس في نفس الوقت كمان اللعب يكون جيد. عايزين نحافظ مرة تانية على الصدارة. يعني زي ما كنت بتكلم بجانب الاستمرار في انتصارات المحلية بعد الفوز الكبير طبعا على المقصة. زي ما احنا شوفنا كانت مباراة عظيمة جدا. عشان نعود بقى الخسارة امام سان داونز في دوري ابطال افريقيا. يعني نفسيا. انا هنا هتكلم يعني يا كريم على الشق النفسي. يعني اكيد هيبقى ليه عامل كبير جدا. هيبقى ليه دفعة كبيرة جدا. عشان يقدروا كمان يستعدوا او يستعدوا بعد كده عفوا للمريخ السوداني. بمعنويات ايضا مرتفعة. اللعيبة مبارح خليني اقول لحضراتكم ان هم خلاص دخلوا معسكر مغلق في الاسكندرية. بعد ما قدوا التدريبات خلاص يعني تدريبات بدنية ومتنوعة. وكمان عايز اقول لحضراتكم ان هم شاركوا فيها جميع اللاعبين. الحمدلله المرات متتكلمش ان فيه لعبين ما شاركتش يا كريم اول مرة من هذا الموسم. كل اللاعبة بتشارك عبر كان ثلاث مجموعات بالتوفيق بقى للأهلي. وعايزين تاني نرجع نشوف مباراة حلوة النهاردة. يعني عايزين نشوف الأهلي زي كده المباريات اللي فاتوا زي مطش المقصة وغيره. الأداء الحلو يا كريم. مش بس النتيجة الحلوة. ده اللي كلنا بنحلم به. وده اللي كلنا متوقعين من النادي الأهلي. وحنعتبر ان اي يعني كبوة فاتت فهي كبوة مجرد كبوة. لكن هكذا هو حل الأبطال دايما يعني دايما مفيش حد في الدنيا. لا يتعثر في مشوار الوصول إلى أي بطولة منشودة. طبعا كل في حالة تركيز شديد جدا لأن الحقيقة الفوز في مطش النهاردة. ليه أكتر من يعني جانب للأهمية وبرضو ليه أكتر من هدف. أولهم أكيد مجرد فكرة الحفاظ على الصدارة دي حاجة تهم كل الأهلوية بكل مكان. ثاني حاجة انهم يقدروا يستعدوا للبطولة الأفريقية بقوة نفسيا وبدنيا. وده الحقيقة ظهر إلى حد كبير في تدريبات الفريق. اللي اختتمت بتأسيمة قوية. وشهدت كمان تدريبات بدنية وفنية مختلفة للحراس. بجانب التركيز على العرضيات والتصويب عن القرب. ضم موسماني 22 لعب لقائمة مباراة اليوم. وهم محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شبير، رمي ربيعة، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، حسين الشحات، أليو ديانج، عمر السلية، محمد مجدي أفشا، محمود وحيد علي معلول، محمد محمود بيرسي تاو، محمد عبد المنعم، طهر محمد طهر، كريم فؤاد، لوي اسمي كسوني، محمد هاني، أحمد عبدالقادر، ومحمد خليفة نصير. هل تتفرج عمناتش فينا؟ في البيت إن شاء الله، إن شاء الله، ده نيدو بكون روحتي، لبعض انت عارفة الجدوة لليوم. تعالى يا كريم نروح لخبر حلو جدا، وإحنا دايماً بنكون فخورين لما بنقرأ إن في أبطال بيكونوا منوارين هنا، واتكلموا معنا في بداية مسيرتهم، أو حتى في منتصف مسيرتهم، واستمرارية الإنصارات اللي بيحققوها، يعني حاجة بجد خلينا كلنا فخورين بيهم، الروح للمصارعة تحديداً اللي احتلت فيها البطلة المصرية، سمر حمزة لعبة المتخب المصري للمصارعة، احتلت المركز الرابع عالمياً بنتكلم في وزن 76 كيلو جرام، ده تبقى للتصنيف طبعاً الصادر من الاتحاد الدولي للمصارعة، جاءت سمر في المركز الرابع بمجموع هنا 51 ألف ومائة نقطة، سمر حمزة راح نتكلم عنها بقى معلش هي واحدة من أفضل لعبات المصارعة النسائية في مصر، بدأت مسيرتها في 2012، علشان تحقق بعد كده ذهبية بطولة الجمهورية اللي كانت 2013، في عام 2014 حققت بطولة إفريقيا للشباب وبطولة البحر المتوسط، وعلى فكرة دول بطولتين تقال جداً، في عام 2016 كمان استطاعت التتويج بطولة إفريقيا للكبار، عشان تتأهل لأولمبيات ريدي جيناريو اللي كانت في 2016 كمان في الظهور الأولمبي الأول ليها، استطاعت المشاركة في الأولمبيات للمرة الثانية، وده في منافسات أولمبيات توكيو، السيف الماضي، شخصية جميلة جداً، شخصية وثقة من نفسها، وشخصية عندها طموح، ويمكن الحلقة لما كانت معانا كريمة، قالت أنا لسه لسه عندي كتير جداً أقدمه، ولسه عندي أحلام كتيرة جداً، كل التوفيق ليها، نموذج حقيقي مشارف للمرأة المصرية، صحيح، وبالمناسبة، وعلى ذكر النماذج المشرفة، برضو في ناس تانية، هنتكلم عنهم دلوقتي، هم كمان مشرفين بالمعنى الحرفي للكلمة، هنروح معكم دلوقتي لكرة اليد، حيث واصل منتخب مصر لكرة اليد للناشئات، مواليد 2004، تقلقه في البطولة الأفريقية بعد ما فاز على غينيا بيساو، بصوا حضراتكم بقى النتاج اللي هنقولكم عليها، فاز على غينيا بيساو، بنتيجة 78 سبعة، بصوا الفرق، يعني كبير إلى أي درجة، طبعاً ده حصل في البطولة اللي بتستضيفها غينيا في نسختها السبعتاشر، خلال الفترة من 26 فبراير، وحتى السادس من شهر مارس، واصل المنتخب المصري، يعني نتاجه المتميزة الحقيقة، يعني بعد ما حقق الفوز كمان على سيريليون في المباراة الأولى، بنتيجة كان سبعين اتناشر، ليحقق الفوز في المباراة التالية أو الثانية، أمام غينيا بيساو بنتيجة 78 سبعة، وبالتالي بيشارك بالبطولة، يعني بمنتهى القوة إلى جانب المنتخب المصري، في منتخبات تانية بتشارك منها، منتخب غينيا كوناكري، ومنتخب الجزائر، ومنتخب سيريليون، ومنتخب جامبيا، وأيضاً منتخب غينيا بيساو، بس الحمد لله، يعني المنتخب ده عمل في غل زي الفول، حلو الكلام ده، الحبيب يستمتع بالأجواء المعتادة، اللي مش هنقول الجيدة جدا، بسمه معتادة للأيام دي، يعني أعتقد الفضل له كام يوم قبل الويكند، لأن الأسف الشديد برضو الويكند، ده حيشهد، زي ما كانت دكتور مونار قالت لنا، شوية انخفاض في درجات الحرارة، على كل حال هنروح فاصل استأخبارنا وخلصتش، ونرجع نكابل، عودة العرش الصبح في الأهلي، وخلونا نروح بقى لزميلتنا العزيزة، هانا أبو القاسم، هي موجودة دلوقتي في فرع الجزيرة، النادي الأهلي، عشان تطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات، صباح الفل عليك يا هانا تفضلي، يا صباح الخير عليك، وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد، وعرش الصبح في الأهلي، وزي ما عودناك دايما، هنقلوك كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي، وفرقه الرياضية المختلفة، خلونا في البداية كان معتاد نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم، طبعا، النهاردة الفريق هيكون عنده مباراة مهمة أمام فاركو، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري، مباراة تكون ساعة 8 مساء على استاد الأسكندرية، يعني، النادي الأهلي كان اختتم استعداداته وأمس، مستر بيتسو موسماني عقد محاضرة مع اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق الميران، لوحدثهم بقى عن نقاط القوة والضعف عند فريق فاركو، كمان الميران كان مبني على تدريبات بدنية وفنية، وكمان اختتموا الميران بتأسيمة قوية بين اللاعبين، من جانب آخر بقى مستر ميشيل يانكن طبعا مدرب حراس المرمى، قام الحقيقة بعمل تمرين قوي لحراس المرمى، كان مبني أيضا على تدريبات مكثفة، يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي إن شاء الله يقدروا يقتنسوا ثلاث نقاط جداية في مباراة النهاردة، كمان فريق ناشئين 2006 أمس تعادل مع فريق إمبي إيجابيا بنتيجة واحد واحد، ده ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الجمهورية، يعني طبعا كده ناشئين 2006 قدروا يقتنسوا نقطة واحدة من المباراة، وقدروا يرفعوا عدد نقاطهم لـ 45 نقطة، خلونا بقى دلوقتي يا كريمي نهواند نروح للألعاب الأخرى، ونبدأ بكرة الطائرة، رجال كرة الطائرة النهاردة هيكون عندهم مباراة مهمة أمام فريق سموحة، ده ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الترتيبي من بطولة الدوري، يعني طبعا حتى الآن رجال كرة الطائرة الحقيقة ماشيين بخطة ثابتة جدا في دور الترتيبي، قدروا يفوزوا أمس على فريق الاتحاد السكنداري بنتيجة 3-0، يعني أنه الشرط الأول بنتيجة 25-20، الشرط الثاني بنتيجة 25-16، والشرط الثالث والأخير بنتيجة 25-17، وطبعا كان افتتح الدور الترتيبي رجال كرة الطائرة أيضا بالفوز على فريق الطيران بنتيجة 3-0، نتمنى لهم كل التوفيق في مباراة النهاردة أيضا. خلونا بقى نروح لفتيات الذهب طبعا سيدات كرة الطائرة، والحقيقة أنه لا جديد يذكر، يعني أمس قدروا يفوزوا على فريق الشمس بنتيجة 3-0، ضمنه منفسات بطولة الدوري، الحقيقة أنه طبعا أكيد فريق الشمس فريق قوي وخصم، الحقيقة كان فيه ندية فيه المباراة، لكن فتيات الذهب كالعادة كانوا على قدر من المسؤولية، وقدروا يحسموا المباراة لصالحهم، يعني قدروا ينهوا الشرط الأول بنتيجة 25-12، الشرط الثاني بنتيجة 25-19، والشرط الثالث والأخير بنتيجة 25-17، المباراة القادمة لسيدات كرة الطائرة هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق سموحة. نروح بقى للعبة كرة اليد، شباب كرة اليد 2002، قدروا أمس يفوزوا على فريق البنك الأهلي بنتيجة 29-26، ده طبعا ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط، يعني الحقيقة أن المباراة كان فيها ندية كبيرة بين النادي الأهلي والبنك الأهلي، لكن شباب كرة اليد كالعادة كانوا على قدر من المسؤولية، وقدروا يحسموا المباراة لصالحهم. أخيرا بقى نروح للعبة كرة السلة، رجال كرة السلة النهاردة عندهم راحة من التدريبات، هيستأنفوا وتدريباتهم غدا الساعة 12 الظهر، يعني طبعا يا كريم يا هوند، زي ما احنا عارفين أنه دلوقتي في فترة توقف لبطولات كرة السلة، لكن رجال كرة السلة بيستعدوا جيدا للمرحلة القادمة، هيكون عندهم مباراة ودية يوم الجمعة القادم أمام فريق اليو بلس، ده طبعا ضمن برنامج الإعداد لهذه الفترة، أول مباراة هتكون يوم 8-3، هتكون طبعا ضمن منافسات دور التمانية من بطولة كاس مصر، وهتكون أمام فريق أصحاب الجياد، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق هما وكل الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي، يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية من داخل مقر نادي الأهلي بالجزيرة، طبعا معاكم لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة لكم مرة أخرى في الستوديو، كل شكر لك زملتنا العزيزة هانا أبو قاسم، مرسلة قناة النادي الأهلي من فرع الأهلي بالجزيرة، شكرا على هذه التغطير، طيب من أخبار النادي الأهلي، خلينا نروح لمقر جريدة الشروق، ومرسلتنا العزيزة أيضا مريم استميحة، عشان نعرف إنها أما الأخبار في الصحف المواقع طبعا، وفي كلام كتير برضو حلو إتقال عن لعيبة الأهلي نعرفه منها، مريم صباح الفل عليك طبعا، وأنا وكريم نصبح عليك كل جماهير عشرة صبح، وقبل برضو ما تقول لنا الأخبار أو حتى بعد زي ما تحبي، بس عرفينا كده الحالة المررية كانت أخبارها إيه، تفضلي، بصبح عليك يا نهواندا، بصبح عليك يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل صالة تحرير جريدة الشروق، وقبل ما نبدأ زي نهواندا ما قلتي، يمكن كان فيه النهاردة تعثر في الحركة المررية بشكل كبير، خاصة في منطقة الهرم، لأن كان فيه حادث كمان في طريق الدائري المؤدي الوحاة، وبالقرب من ميدان الرماية، فده تسبب في عطل في جوانب كثيرة جدا من المناطق المحيطة، وهنا أيضا بمناطق جامعة القاهرة والعجوزة والمهانسين، الحقيقة فيه كثفات مرورية كبيرة جدا، ولكن طبعا النهاردة بالنسبة لدرجة الحرارة، يمكن النهاردة من أعلى الأيام أسبوعيا ارتفاعا في درجات الحرارة، النهاردة يمكن حرارة هتوصل لـ 28 درجة مقوية، ومن المقرر أنها ترتفع كمان في الساعات المقبلة من هذا اليوم، خلينا بقى ننتقل لعنونا الصحفية الصادرة صباح اليوم، ألثلتاء، والبداية من جريد الشروق، مدرب المريخ، مجموعاتنا معقدة في إفريقيا، ولعب الأهل يمكنه اللعب في البريمير ليج، طبعا أكد المدير الفني للمريخ السوداني لي كلارك، أن فريقه سيواجه صعوبات كبيرة جدا من أجل المنافسة على التأهل للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن بيوجد في المجموعة الخاصة به، نادي الأهلي وكمان سانداونز وفريق الهلال، وأكد كمان أن سانداونز لديه تاريخ رائع، والنادي الأهلي هو بطل آخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا، وده بيصعب المهمة بشكل كبير جدا، وأيضا معاه، يعني النادي الأهلي هو شايف أن هو أفضل فريق في إفريقيا، وكمان قال أن فيه فريق محلي وهو فريق الإهلال، وقال كمان أن هو كان بيتمنى أن يمكن لقاء الأهلي وسانداونز، أن هو يخلص بالتعادل علشان يقدروا أن هم يحققوا نتيجة إيجابية أمام الأهلي، كمان اتكلم أن يعني لعب الأهلي هم لعبين كبار جدا، عدد كبير من التعصرات أمامهم في المرحلة المقبلة، كمان اتكلم عن مستر بيتسو موسماني قال أنه هو يعني يمكن خبرة كبيرة جدا في المباريات الكبيرة، وفي البطلات، وده اللي قدر يحققوا مع النادي الأهلي منذ توليه، المهمة يمكن من حوالي عام ونصف، وقدر أنه هو يحقق مع النادي الأهلي بطلات كثيرة جدا خلال المرحلة الماضية، وده يعني اللي بتطلبه أي مدير فني، وشايف كمان أنه هو قادر يتعامل مع البطلات الكبيرة، من اليوم السابع نجوم منشستر يسيطرون على قائمة أصحاب أعلى رواتب الدوري الإنجليزي، دايما يعني زي ما احنا عارفين تقرير اليوم السابع بيرصد رواتب الدوري الإنجليزي، وهو يعني الدوري الإنجليزي هو الأكثر مشاهدة في الدوريات الأوروبية الكبيرة، ويمكن بيبقى فيه فضول من جمهور السحرة المستديرة أنه هم يعرفوا أجور يعني لعابي منشستر تحديدا، لأن الحقيقة أنه إحنا معانا أربعة من منشستر يونيتد، وواحد لاعب واحد فقط من منشستر سيتي، هم الأعلى رواتب في الدوري الإنجليزي، البداية طبعا مع كريستيانو ورونالدو في منشستر يونيتد، يعني بيتقادة 510 ألف جنيه استرليني، وكيفين دي بروين في منشستر سيتي بيتقادة 400 ألف جنيه استرليني، ودافيد دخية في منشستر يونيتد بيتقادة 375 ألف جنيه استرليني، وسانشو في منشستر يونيتد بيتقادة 350 ألف جنيه استرليني، وأخيرا رافيال فاران بيتقادة طبعا 340 ألف جنيه استرليني في منشستر يونيتد، الحقيقة يعني أن تقرير اليوم السابع رصد كل هذه الأجور تزامنا مع مفاوضات نجمنا النجم المصري محمد صلاح في ليفر بول أنه هو يجدد عقده أو يعدل عقده مع ليفر بول خلال الفترة الحالية لأنه حاليا بيحصل على 200 ألف سترليني في الأسبوع وهو يعني فيه تقارير كتير صحفية إنجليزية أكدت أن محمد صلاح بيرغب فيه رفع هذا المبلغ إلى 450 ألف ومن موقع يلا كورا في رحلة 800 بومرا ميلنر يستبعد صلاح من تشكيله المثالي كشف طبعا جيمز ميلنر لاعب وسط ليفر بول عن تشكيله المثالي في زملائه السابقين والحاليين في الفريق طوال مسيرته اللامعة لكنها يعني كان فيها حاجة غريبة أنها شهدت غياب زميله الدولي المصري محمد صلاح رغم تقلقه اللافت وهو قدر كمان هو يحقق عدد من البطولات مؤخرا مع فريق ليفر بول ولكن تشكيل ميلنر كان خالي من محمد صلاح واختار ميلنر أربعة من زملائه الحاليين في تشكيله المثالي وكان مفاجئا حسب طبعا تقرير يلا كورا أنه استبعد محمد صلاح نجم ليفر بول الذي لعب دور أساسي في الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو في المواسم الأخيرة طبعا يعني هنقول اختيار ميلنر للتشكيل المثالي اللي هو بيشوفه يعني يمكن في حراسة المرمى كان وقع اختياره على أليسن بيكر وظهير أيمن أليكزاندر أرنولد وفي قلب الدفاع جوناثن ووجت وظهير الأيصر أشلي كول وثلاثي خط الوسط اختار طبعا ميلنر ديفيد سيلفا وستيفن جيررد وفرانك لامبرد وأخيرا من بوابت الأهرام دي لغت يعلق على مستقبله مع يوفنتس وإمكانية الفوز بالدوري الإيطالي علق الهولندي ماتياس دي لغت مدافع يوفنتس على مستقبله وإمكانية فوز السيدة العجوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم وقال أعتقد أننا في مرحلة ما كنا متأخرين بـ 14 نقطة عن المتصدر لكن ارتفع التركيز وكان الهدف حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا وأضاف أصبحنا نشاهد المنافسين يسكتون مباراة طلو الأخرى وكمان نتكلم أيضا عن رحيل لوناردو في المرحلة الماضية وقال يعني يمكن كان الوقت متأخر للغاية ولم نتمكن من ضم لاعب مثل فلاهوميتش على الفور وقال كمان أن هم خسروا رونالدو أكيد في نهاية الصيف وخسروا أيضا 30 هدف وكمان نتكلم عن مشواره وأكمل يمكن قال وضعي في المركات ولقد لحظت أن النادي يعني أن هو بيحمل على عطقه المزيد من المسؤوليات بسبب تعرض كليني وبنوشي للإصابات غالبا ذلك هناك ضغط كبير على عطقي دي كانت كل العنوين الصحفية الصدرة صباح اليوم الثلاثاء من داخل مقار جريدة الشروق بشكركم جدا الكلمة لكم مرة أخرى ونشكرك على التغطية الإخبارية وكمان فكرةنا تغطيتك للحلق المرورية شكرا لك جدا يا مريم وفعلا على فكرة استماعنا كتير النهاردة من كذا حد أن هو تأخر على الشغل أو جيمة تأخر شوية علشان كان في حدثة كبيرة قوي على الدائري أنا سمعت أن عربية نقلة دخلت في 6 عربيات صغيرين على فكرة فربنا يسطر وما يبقاش فيه أي إصابات شديدة أو حالات وفاة طبعا لسه منزلش قوي أخبار هنعرف برضو على مدار اليوم طيب إحنا كده الفقرة الأولى انتهت بما تحمله من أخبار خاصة طبعا من نادي الأهلي وأخبار مختلفة ورياضة عالمية خير نروح فاصل سريع ونرجع نكمل محضراتك وأولى فقراتنا الحوارية عندنا مطش مهم النهاردة خلاصت أمام فاركو في الدوري زي محضراتكو أكيد يعني عارفين إحنا عايزين نفوذ وعايزين ده يكون هدف كمان علشان اللي جاي عندنا كمان يعني استعداد للمريخ مفروض نكون مستعدين له مش بس فكرة فنيا كمان لازم نكون مستعدين له يعني نفسيا كل ده هيأثر وكله أكيد في الأول وفي الآخر هيكون يعني على الأرض معكوس زي ما بيتقال كده لينا نتكلم في كل ده ولكن نرحب بك كابتن إيهاب المصري يعني مهاجم المقالون ومنتخب مصر على السابق اللي منورنا صباح الفل بتغيب علينا كده كل فترة لأ أنت فترة كده راحتي مؤتمرات وحياة كده فأنا جيت مرة منور الدنيا أهلا بيجاب تنهاب أفورك كل تمام صباح الفل عليك وعلى كل أمورنا للأهل صباح الفل طبعا ماتش النهاردة ماتش مهم جدا وبطبعة الحالي الفرقتين عندهم دافع قوي للفوز الأهلي أكيد الدفع بتاعه أنه يحافظ على الصدارة ودي برضو هتبقى نقطة حلوة كده واللقطة لطيفة لها نعكسات طيبة معنويا على اللعيبة قبل اللقاء المريخ وفي المقابل فاركو زيه بقى زي أي فريق بيواجه النادي الأهلي أي أن كانت درجة قوته أي أن كانت الكتيبة اللي هو داخل يواجه الأهلي بيها دايما أي فريق بيواجه الأهلي بيتقلق وبيقدم أحلى ما عنده وبيتوحشه كده اللعيبة عشان كل واحد فيه ما عايز يزبط نفسه من منطلق أنه بلعب كبير والناشة كلها هتتفرج على اللقاء فنتيجة ده شايف المطشة هكون عامل إزاي النهار؟ طبعا هو مطشة صعبة في البداية ظروف اللقاء كمان بتديد من صعوبته انت طلع من هزيمة مفاجأة في توقيت صعب جدا أمام سانداونز بطورة أفريقيا في وقت ما كانش أي حد يتوقع للنادي الأهلي بعد الأداء الجيد الفترة اللي فاتت ولا منحنا الأداء أو الأداء بتاع نادي أهلي في تطور ومستوى الكيرف بيعله بشكل كبير جدا من بعد الكاسة العالم الأندية ومباراة الدوري وحتى في مباراة أفريقيا أمام الهلال لكن كانت مفاجأة هزيمته أمام سانداونز فالنهاردة اللقاء صعب جدا اللقاء مهم جدا زي ما أنا هاوند قالت معنويا للجاي الفترة اللي جاية أنت ما عندكش دوري بس لأ أنت عندك دوري وأفريقيا دوري وأفريقيا فمحتاج تكون معنويا تكون في كامل حضورك الزهني والمعنوي والنفسي وكل حاجة لأن لقدر الله أي حاجة النهاردة نتيجة عكسية هتدخل الفريق في أمور صعبة جدا الجماهير هتبدأ تنفعل أكتر لأن بعد الهزيمة بدأ يتسرب القلق للجماهير لأن هزيمة ما كانتش بتوقع بتلعب منافس قوي جدا عنده مدير فني محترم ماشي بمعدلات كويسة في الدوري عنده خمسة هزيمة وخمسة فوز ما بيتعدلش ما عندهش بسط هو يبيكسب يبيخسر عنده قوام فرقة محترم من الفرقة اللي بتلعب 3-4-3 من بداية المسلم كابتن مجد عبدالعاطي فالندي الأهلي منطلب النهاردة بمصالح الجماهير يعني يعرف الناس النهاردة أن اللي حصل للمش اللي فات مجرد كبوة وهتعدت خلاص وده اللي كان واضح من خلال التدريبات اللي أنا شفتها والسور اللي أنا شفناها شفنا الحزن يعني بيخيم على أجواء التمرين في ندي الأهلي واللعبة واضح أنها يعني حزينة بشكل كبير جدا يعني ضيعت مكسب ماتشان داونز ووصلت الجمهورة لحالة الحزن اللي هو فيه فأعتقد النهاردة ده بيصعب كمان الأمر على فرقه يعني خلينا نقول برضو آه يعني أن النادي الأهلي لما يروح يلعب أي فرقة وهو مهزوم دي بتبقى صعبة جدا عن الفرقة اللي بتلعب من النادي الأهلي التركيز بيبقى عالي جدا عند النادي الأهلي هو أنا كنت عايز أسألك هنا كابتن هيا بفعلا لو هنكلم عن فرقه هل بتعتقد فرقه يعني هيقفل خطوطه ومش عايز يحصل فيه أو يعني يجي فيه أي جول ولا على الصعيد الآخر أنا هلاقي بالعكس هجوم يعني بتتوقع فرقه إزاي سير المباراة من ناحيته هتكون كابتن مجدى عبدالعاطي مدرب هجومي يعني من أول الدوري يعني حتى هو كبداية بدأ بثلاث هزايا متتالية بعد كده حصل فترة توقف جدد السكة في مجلس دارة نادي فرقه فدد له سكة أكتر بعدها يرجع بتلاتة فوز متتالي وبعد كده حصل توقف بعد كده يرجع بمكسة بمخسارة يرجع بمكسة بمخسارة من الناس زي ما قلتلك من أول الموسم بيطبق تلاتة أربعة تلاتة بيلعب بسلاسي في خط الده رامي صبري عبدالله بكري أحمد عبدالعز مودي السلاسي عندهم خبرات ولكن فيه شوية بطء شوية يقدر النادي الأهلي يستغل الأمور دي لكن هو سلاسي عنده خبرات كبيرة جدا عنده باع كبير جدا في الدور المصري بيعتمد عليهم كابتن مجد عبدالعطي في تأمين خاط ضهره وخبراتهم الكبيرة جدا عنده اتنين في وص الملعب محمود عماد ومحمود حمادة اتنين لعيبة كويسين جدا يعني هو كابتن مجدي كرته هجومية يعني احنا هنشوف المباراة هجومية لأن على الصعيد الآخر الأهلي أكيد والمتوقع أنه سيهاجم وهو ممكن يستغل تفكير كابتن مجدي النهاردة يعني ممكن يفكر في حاجتين أن أنا أباغة النادي الأهلي واستغل حالة الحالة اللي النادي الأهلي فيها وجاي من هزيمة فأنا أبدأ أباغة النادي الأهلي بحيث أن أنا لو أحرصت هدف مبكر هربك حسابات النادي الأهلي وهصدر التوتر والقلق للنادي الأهلي أكتر فده ممكن يكون تفكير وممكن يكون برضو تفكير التاني لكابتن مجدي عبدالعاطي لأن الأهلي هيكون جاي مركز قوي وعايز ينهي لقاء بدري بدري فهيكون حذر في البداية ويكون مأمن دفاعاتي ولعب على المرتدات بشكل كويس لأنه عنده برضو عمر جمال عنده شكري نجيب عنده لعيبة كويسة عنده لعيبة تقدر تصنعنا التفارق في النهاية اللجومية فأعتقد أن المباراة البداية مهمة جدا لأن الأهلي أن الأهلي محتاج يخلص المباراة بدري مش محتاج يدخل فارقه في اللقاء لأنه فارقه من الفرق اللي ما بتيقاس فرقة عندها إمكانات وعندها دكة بودلاء كويسة جدا فده ممكن يصعب اللقاء على النادي الأهلي لو النادي الأهلي استمر في مجارات فارقه لحد آخر اللقاء طيب الاجتماع اللي عمله مؤخرا بيتسو موسماني مع اللعيبة بعد انتهاء تمرينة من التمرينات وقال لهم يعني ما يفيد بأنه بقاله فترة مش قادر حتى يحط إيده بشكل نهائي على القوام الأساسي للفريق في إشارة منه لأن كل اللعيبة كلهم هايلين وكلهم كويسين وعنده في كل مركز أكتر من لعب بديل إلى آخره وقال كمان أنه الفترة اللي جاية هيعمل روتيشن على كل اللعيبة وبرضه قال في إشارة خفية كده ما معناه يعني أن كل واحد بقى يثبت نفسه اللي عايز يخافز على مكانه في ملعب هو اللي يثبت بالنسبة لأنا كمدير فني أنا هعمل روتيشن بما يتماشى مع فكرة أن أنا عندي لعيبة كلها جاهزة فكرة كان عكاسي كلمتين دولي على اللعيبة يعني وإحنا داخلين برضو على مرحلة المرحلة اللي جاية زي ما إحنا كنا لسه بنقول محلي وأفريقي محلي وأفريقي فإلى أي مدى كلمتين دول ممكن يبقى لهم آثار طيبة على نفس اللعيبة بص خليني اتفق أن دي يعني بالنسبة للمدير الفني بتبقى مشكلة يعني فنية حلوة جدا مش بتبقى حاجة مزعجة بالعكس لما يكون عندي السكوات كله في كمة مستوى الفني والبدني فده حاجة بتريحني أنا لأن أنا أقدر أعمل الروتيشا بشكل كويس أقدر أعتمد على ناس في مبارات الدوري وأقدر أعتمد على ناس في بطولة أفريقيا أقدر الدكة عندي هتبقى كويسة جدا وقوية جدا هتصنعني الفرق في أي وقت فده بتبقى قزمة كويسة يعني يعني أي مدير فني أعتقد بيكون مبسوط جدا لما يلاقي الثلاثين اللعيب اللي معاه كلهم في حالة بدنية وفنية واحدة فده بتنعكس عليه هو كمان بحاجة كويس لكن هو التصريح اللي قاله التاني لا كل واحد عايز يثبت نفسه في ملعب ما فيش حد حاجز مكانه النادي الأهلي ما فيش لعيب حاجز مكانه باسمه في الفرقة لا فيه لعيب هينزل يقدي حتى لو زياد طارق أعتقد الناشئ أو نصير أو أي حد نزل من الناشئين وأثبت كفاقته وأثبت أنه جدير بسكة الراجل هيتديله فده كرة أنه أنت اللي بتثبت لنفسك وانت اللي بتثبت مكانتك وغدارتك في اللعب من عدمها من خلال التسعين ديال اللي بتتلعب أنت اللي بتقدر تخلي الراجل أو تجبر الراجل اللي هو يعني يعتمد عليك في الفترات كتير جدا فترجع في الأول وفي الآخر للعيب دي بتدي فرصة للعيبة أن ما كانت سيبتحصل على فرص كتير الفترة اللي فاتت أنها تموت نفسها أكتر أنها تشتغل على نفسها أكتر أنها النهاردة مثلا واحد زي حسام حسن واحد من الناس اللي أعتقد مستنيه فرصة يعني على نهار لأن حسام حسن كان راجل مهاجم منتخب مصر كان راجل هدفل الدوري فأعتقد لو قطيحت لي الفرصة بشكل أكبر وبوقتي كافي أعتقد ممكن يتمسك بها بشكل كبير جدا فده هتعود على مصلحة للنادي الأهلي اللي وراء أو محمد شريف برضو هيحاول يلعب كامل قوته كامل تاكته كامل تحجيزه فكل ده كل ده هيعود على مصلحة للنادي الأهلي وعلى الجهاز الفني لنادي الأهلي حلو يعني خلينا ننتقل من ملفات وهنرجع كده لها تاني ملفة أفريقيا والمريخ السوداني وفكرة هنا المباراة ليوم السبت اللي البعض متخوف منها خليني برضو أنقل الصورة بشكل سليم يعني مش هنجملك الصورة الناس متخوفة الناس بتقولك طب هل إحنا استعدادنا كام في المية ذهنيا وبدنيا في نفس الوقت إيه اللي المسلماني مفروض يعمله علشان نقدر أن نعود مرة تانية للتقلق اللي احنا نعرف فيه لعيبة النادي الأهلي خليني يعرف منك الصورة من وجهة نظرك هتبقى زي خلي بالك يا كلها مرتبطة ببعض طبعا يعني نتيجة النهاردة يعني تأثيرها جاي من مباراة سانداونز تأثير المباراة اللي جاية يعني كله مرتبط ببعض طبعا الحالة النفسية والحالة المعنوية والحالة الفنية برضو النهاردة مكسب النهاردة هيدلي للراجل ثقة هيدلي هيريح اللعيبة تاني هيخلي اللعيبة تركيزها أعلى للمباراة اللي جاية لأن اللعيبة برضو حسة بالذنب حسة اللي هي أثرت في حق جماهيرها اللي كانت متواجدة سواء كانت متواجدة في الأستاذ أو في البيوت بتتفرج على المباراة لأن تحية الجمهور ووقف الجمهور خلف اللعيبة بعد اللقاء ده برضو بيحط تعيب كبير جدا عن اللعيبة أن الجمهور يفضهري حتى وانا خسران حتى وانا مأثر لأن أنا بالنسبة لي هيدلي من سانداونز أنا بحملها 50-50 مدير الفني والعيبة والمكسب أنا برضو أنا نفس الكلام أنا لازم يكون اللعيب والمدرب هم اللي بيتحملوا سواء نتيجة المكسب أو نتيجة التصار لا بس ثانيا هنا نقف يعني سانداونز النتيجة بتحمل 50 لمسلماني 50 للعيبة اه يعني 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 شرح لنا أكتر يعني يعني الخمسين بتوع المدير الفني في صورة ايه والخمسين بتوع اللعيبة بشكل ايه مثلا النادي الأهلي أنا بلعب سانداونز طبعا فرقة محترمة فرقة كبيرة جدا لكن أنا النادي الأهلي بلعب في القاهرة مثلا كنت ممكن ألعب أجواء المباراة كانت حاجة كرادت لي أنا ما استغلتهاش تماما ما استغلتهاش كنت ممكن أنا ألعب بتشكيل مختلف في البداية ألعب بتشكيل هجومي مافيش تحفز كبير جدا بتلاتة في نص المرحب لأن الآه التلاتة بيديونا قوة كبيرة جدا أو بيدي النادي الأهلي قوة كبيرة جدا لأنه من وجهة نظر الشخصية هفضل أولها كتير أن السلاسي سواء الحمدي والسلايا وديانج على مستوى الانديه هو من أقوى خطوط الوسط في القرى الأفريقية على مستوى الانديه فده بيديك أفضلية كبيرة جدا لكن أنت في ملعبك مش محتاج تكون متحفز بشكل كبير جدا مش محتاج تكون مبلغ في التحفز والاحترام الكبير لفرقة سانداونز اللي أنت النادي الأهلي عندك حدود هجومية كبيرة جدا تأخيره شوية في التغييرات بيرس تاوي راجع من إصابة فترة كبيرة جدا أنا كنت أتمنى أن أرى حسام حسن شوية بدري التغييرات اتأخارت شوية يعني إلى حد ما ممكن إرايته لبعض التغييرات ده الجزء الفني لكن اللعيبة عدم تركيز بعض اللعيبة في الملعب في الفرص اللي أتيحت للنادي الأهلي يعني حالة من يعني شوية عدم التركيز في الناحية الدفاعية تراخي مثلا ولا النادي التركيز لا إلي التركيز فأثناء اللقاء لأن النادي الأهلي ما ينفيش تراخي اللعيبة النادي الأهلي عارفة هي بتلعب في مكان كبير عارفة في كعين كبير وراها جمهور كبير مش هيسمح بأي تراخ ولا أي تهاون فعشان كده بقولها لك اللعيبة أسرت في شكل كبير جدا كان فيه عدم تركيز كان فيه التركيز ما كانش كامل قدام المرمى لأن فيه فرص كتير أقطيحت للنادي الأهلي كان ممكن حتى بعد تأخر النادي الأهلي بهدف النادي الأهلي حاول في الخمس ست دقائل اللي بعد الهدف يرجع للقاء وأضع أكتر من فرصة لكن التوفيق لم يكن يعني هو العنوان إحنا قلناه الفرص الضائعة يعني شيء كان ده بس غريب يعني مش عارفة هل ده رجع لحاجة مشكلة كانت مثلا في اللمسات الأخيرة عندنا ولا الموضوع ليه حيث تاني لأن فعلا لا غير مسبوك هذا العدد من الكرات الضائعة يعني هكت تتفق معي بردو بصني أنا قلت لك اللي كان فيه اللي بتركيز وممكن يبقى مش في يومك يعني فيه فعلا الجملة دي اللي هو أقول مش يوم الثانيين ايه طبعا ساعة يقولك عقوسات كبير عقوسات لا هي ممكن أنا ممكن أكون موفق في يوم من أول دي أكسب وبالعب مثلا تيم كبير هتلاقي الأمور معي مفتوحة ماشا اه ماشا وهكسب واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يعني هتلاقي الأمور مفتوحة معي لأن ده يومي وفي الكرة ممكن نعمل كل حاجة يعني زي ما تش سندون ممكن نعمل كل حاجة في الكرة دي كرة فيه أيام كده وفيه أيام كده لكن النادي الأهلي لازم يستغل الكابوة دي بشكل إيجابي لازم يستثمر بشكل إيجابي وده رد الفعل اللي أنا يعني مستنين نهارده من لعبة النادي الأهلي أشوف رد فعل النادي الأهلي نهارده إيه ما عطش يوم السبت وليه أتمنى أتمنى يكون بروفة المبارات السنغال في الحضور الجماهيري بمعنى أن ليه معملش 30 أربعين ألف متفرج في مبارات المريخ السوداني جمهور النادي الأهلي متعطش اللي هو يساند فريقه شوفنا في مطش الوداد ومباراتنا للوداد والزمالك في المغرب حضور جماهيري مكسف فرق كبير جدا مع شخصية فرقة الوداد فالحضور الجماهيري يعني بالأخص الأندية الجماهيرية بيبقى 50-60% من قوتها ومع المنتخب في قرار نحبه 60 ألف أنا فاهم ليه أنا كمان أنا عندي المنتخب آخر الشهر أنا عندي عناصر ما لعبتش ضد برضو في الأجواء الجمهورية في السادة الكهيرة أعود اللعيبة دي برضو أعمل بروفا لي أنا كتنظيم اللي أنا أدخل 30 أربعين ألف مبارات من نادي الأهلي مع المعامل سيكون برضو الأمر لن يأخلوا من حزبة كده لازم تتراعى فيها الإجراءات الاحترازية ووسعة الملعب ولازم يكون فيه مسافات كافية بين المشجعين يعني أتمنى يعني أتمنى يكون فيه يعني بروفا أجل ما عم فيه شك أن الجمهور يعني عنصر رئيسي جدا في الفوز وفي الأداء كمان المرضي للمتابعين طيب دلوقتي الوضع كالآتي أنت عندك سانداونز متصدرة المجموعة يليه المريخ وإحنا متأخرين عنهم بمباراة صح كده الأهلي والمريخ الأهلي والمريخ فكرك الأمور هترسي علي فضوء قراءتك كده للمشهد اللي حاصل لا يعني إن شاء الله الأهلي وصانداونز هم اللي هيصعدوا لكن المريخ واضح اللي هو السنة دي يعني مركز أكتر من الهلال هيحجر جاب آه يعني بس هي الأفضلية اللي ندي أهلي شوية في خود المريخ على أرضه يعني المباراة الأهلي والمريخ المباراةين هيكونوا في ملعب الأهلي والسلام فأعتقد دي بتدي للنادي الأهلي أفضلية وريحية كبيرة جدا لأن المباراة المريخ في السودان أو الهلال في السودان تبقى صعبة جدا بتبقى فيها أجواء صعبة فيها شد وشحن كبير جدا فأعتقد دي بتدي للنادي الأهلي أفضلية هنا لكن التركيز مطلوب الحزر مطلوب احترام الخصم بس مش هبالغ في الاحترام لأ أنا لازم احترام خصمي بشكل كويس لكن ما بلغش في الاحترام وأحط الأمور في نصابها الطبيعي لأن أنا النادي الأهلي أنا بطل أفريقيا مرتين متتاليتين فأعتقد اللي لازم أكون نازل وليه الدوافع الهجومية أكتر أحاول أنهي اللقاءات دي من بدري يعني كل ما ييجي هدف مبكر أعتقد بيرياحك كبير جدا وبيدخلكش في مشاكل بعدك طيب خليني أروح معاك برضو كده ونرجع مرة تانية للأهلي يعني ملف الدوري لو جيت قيمت أنا بحب التقييمات لأن التقييم برضو بيحطنا في وضع اللي نفسنا يبقى الأفضل سواء تقييم إيجابي أو سلبي ده في الأول وفي الأخير من المصلحة أو المصلحة العامة يعني لو جيت قيمت الفريق عندنا وشفت يعني لو حالي دي واحد لعشرة مين يقدر ياخد أعلى نسبة موجودة من اللعيبة كأداء في الموسم ده ومين أنت بتدي أقل أقل النتيجة لا يعني أنا مش هينف عدي أقل لكن في لعيبة محتاجة ترجع نفسها محتاجة تركز عندها أفضل من كده بكتير في لعيبة الناس أو الجمهور حط عليها أمل كبير جدا لحد اللحظة يعني بخلان علينا أو بخلان على الجمهور النادي الأهلي لا يعني في لعيبة كتير يعني النادي الأهلي عنده عنده لعيبة تقدر تصنع يعني لو قلنا مثلا بيرستاو بيرستاو هو راجع من إصابة يعني برضو الفترات لما بيلعب برضو طالع نازل شوية ما فيش استقرار فني في أداء بيرستاو لكن لما بيكون فائق وفي حالته بيكون مختلف تماما عكس اللي احنا بنشوفه يعني ما عندهش وسطية لا يا فوق أوي يا تحت أوي بزطاب أفشا أفشا بتظلم في 4-3-3 أفشا بتظلم يعني أو 3-4-3 أفشا بتظلم لأن أفشا ما بيلعبش جناح أفشا رقم 10 ولما شفنا في مباراة المقصة مع الاحترام الكامل للمقصة ومش ده المباراة اللي أنا حكم فيها على أي لعيف في النادي الأهلي لكن هي كانت مباراة للاستعادة السقل بعد اللاعبين لكن لما أفشا لقى في مركز عشرة في مركزه الطبيعي شفنا الهدايا اللي كانت بتوزع في اللقاء وإزاي بيعمل أسيستات كثيرة جدا وبيوصل لأيب الأدايا اللي نعرفه عن أفشا لكن أفشا على الطرف صح ما عندهش الإمكانية هي دي إمكانيات يعني مش تقليل من أفشا لكن أنا كأهاب مثلا طول عمر يكنت راجل مهاجم صريح ما كانش ينفع لعب مثلا في آخر أيامي كمان ألعب ديفندر أو في وعد مباراة لعب نص وسط يعني لا كاتب أمورة هو صعب وطبيعي كل لعيب مميز في مركز معين بيتعلق وهو بيلعب في المركز لكن مش بيبقى برضو في حد أدنى من جودة الأداء لما يكون مثلا لعيب مهاري بيلعب في مركز 8 مركز أيام كان الرقم أو أيام كان مركز تمام ما هو المهاري حيفضل مهاري سواء بيلعب في 10 أو في 8 مفهوم طبعا أن كل لعيب لما يكون متخصص في أمور بعينها بتستدعي وجوده في مركز ما بالتحديد أكيد بيقدي بشكل أفضل لكن على الأقل زي ما حصل مع المتخب في وقت من الأوقات عندك الجزء الأولى الفترة الأولى من تولي كيروش شفنا كل اللعيبة تقريبا في مركز غير مركزه تمام وطبعا كان عندنا تحفظات كتير على كده بس أنا بسألك من باب الفضول هو مش المفروض أن اللعيب المهاري يظل مهاري حتى لو لعب في مركز تاني غير مركزه يظل مهاري أكيد لكن متطلبات الجناح اليمين أو الشمال هتبقى محتاج تعمل سرعات عشان تعمل انطلاقات هتحتاج واجبات تانية هتحتاج ترجع تدافع مع الباج بتاعك هتجري مسافات كبيرة جدا أفشف نص الملعب أو في رقم عشرة مساحة الجاري المبين الخطوط أقل الارتداد لوسط الملعب وراطين خط وسط مدافع بيشيلوا عليه كتير جدا الملعب بكتوح قدامه يمين وشمال فيقدر يوزع زي ما هو والنادي الأهلي دايما بيكون ضاغط هجوميا فمساحة الجاري الأفشة مش تبقى كبيرة لكن لا في مبارات أفشة ما بيعرفش يقدي على الطرف على العكس مثلا أحمد عبدالقادر يقدر يلعب عشرة يقدر يلعب جناح يمين أو شمال لأنه عنده المجدرة دي هي قدرات لكن أفشة ما يقدرش يلعب الاتنين أفشة هو ممكن يلعب تمانية يلعب عشرة لكن توظيفه كجناح أعتقد بتقلل منه كتير بتخلي شكله في الملعب مش بالشكل المطلوب فده بتأثر على أدائه لكن أفشة من اللعيبة المحترمة حسين الشحات يعني برضو من العناصر اللي أنا أنا كأهاب مستني منه كتير لأن حسين برضو لسه تحس لو مش مركز لكن حسين عنده كتير حسين عنده كتير وفي فترات كبيرة مع النادي الأهلي كان هو الناس متبشرة بيه خير متبشرة خير وعرفة اللي حسين هيشير النادي الأهلي أتمنى اللي حسين لأنه حسين ورقة مهمة جدا جدا في النادي الأهلي طاهر محمد طاهر من العناصر المهمة العنصر الأهم بقى اللي أنا يعني كمهاجم وحاسس به هو محمد شريف محمد شريف أنا بطلب منه التركيز أطلب منه الهدوء لأن كل التوتر اللي هو فيه مرة علينا كلنا لكن الكرة ما بتتعنيتش ماينفعش عاند الكرة أحاول أهدى الجول هيجي هيجي أحاول أركز في تدريبي أكتر أشتغل على نفسي أكتر أشتغل فردي بره أشتغل تخصصي بره كتير أحاول أركز بره على قد ما أقدر والجول هيجي هيجي لكن ماستعجلش الجول استعجلش الجول بشكل كبير أكون هادي في الملعب بكونش طول ما أنا في الملعب متوتر وحاك نفسي تحت ضغط اللي أنا لازم أجيب جول مش عارف أجيب جول يعني فلازم شريف وإلى حد ما محمد شريف تحسه تحسد كده بعد فترة من التقلق اللافت يعني هو الموقف يعني أنا حسيت اللي هو يعني اهتز كبير بشكل كبير جدا بعد استبعاده من المنتخب مصر أول مرة هو أفشا بعد اللي حصله في كاس أفريقيا مش قادر يعني شريف برضو لسه صغير فالخبرات بتاعته في المواقف لزي دي أتمنى للراجل برضو يساعده يعني النهار ده مثلا مباراة أتمنى اللي يدي حسام حسن لأن لو شريف خد النهار ده وصدفه سوء التوفير اللي بيصدفه وما أحرسها ده أنا بخسر شريف أكتر فأنا عايز شريف ينزل يكون الأمور أسهل الأمور فيها أريحية بشكل كبير جدا عشان ينزل حتى يقدر يؤدي بشكل كويس يساعده نفسيا على الخروج اللي هو فيه كويس جدا نروح للمنتخب عشان نبقى جمعنا كل الملفات يعني معلش برضو إحنا عندنا مباراة يعني أقل من شهر خلاص مصر والسنغال والاستعدادات المفروض أعتقد تكون من دلوقتي يعني إحنا لو جينا للسنغال هتلاقي أن هما بيستعدوا من دلوقتي إحنا دلوقتي برضو كيراش فين إيه الاستعدادات اللي أنت شايفها إيه الاستعدادات المفروض تتم من دلوقتي علشان أنا عندي لقاء في غاية الأهمية ولازم يحسن من القاهرة معلش ليقول لا حتى لو لم يتم حسنه من هنا عندنا فرصة لا الكلام ده يعني مش واقعي إحنا لازم نحسن من هنا هيفرق كتير جدا في حاجات كبيرة فخلينا نفهم أنت شايف المشهد حتى هذه اللحظة استعدادا للمباراة أنا لسه مش هتكلم عن المباراة أنا بتكلم عن الفترة اللي إحنا فيها خلينا برضو منتفقين هو الظروف صعبة في حاجة الأهلي والزمالك والمصر والبيرامدز عندهم مضحات في الكنفردرانية ودراء أبطال أفريقيا لحد يوم 19 أو 20 في الشهر فهو مش هي الحق يعمل معسكرات أنا كنت أتمنى للسلاة دي يبدأ مبكرة أخش مثلا من يوم 15 في الشهر معسكر من يوم 12 عندهم ساحة المضش ودي إحنا اللعيبة بتاعتنا لما بنعمل معسكرات طويلة شوية بتاخد على الأجواء وبتركز شايفين الأندية اللي هو هيعتمد على لعيبتها القوام الرئيسي من الأهلي وزمالك كبيرة يعني هم هيجولوا أصلا منحكين منحكين يعني ده أصلا أخ أخرى فهو ده اللي استعدادتها الأندية هيجيله يوم 20 سواء المحترف أو اللعيب المحلي هيجيله جاي عنده لعب في الفترة دي على الأقل مثلا 12-13 ماضش في الفترة كتير على الفترة اللي جاية فأعتقد أن هو لازم يحضر كويس كمان هو لازم يذاكر لازم يتفرج على السنغال لازم يشوف مباراة مصر والسنغال الأخيرة في نهاية قصة أفريق يشوفها مرة واثنين وثلاث يعني طول الفترة هو منتخب محترفين بس هو من المنتخبات اللي ما عندهاش يعني سلبيات ما عندهاش مشاكل في الخط الأمامي الخط الخلفي خط وسط يكاد يكون متكامل من المنتخبات يعني على مستوى العالم كم متكاملة حراس المرمى على مستوى عالي جدا بكين الطرف يعني لأ في كل الخطوط عنده مراكز قوة ما عندهاش مراكز ضعف بشكل كبير جدا لازم يذاكر لازم يعني يعني يقعد يراجع مرة واثنين وثلاثة المباراة الأخيرة لازم يشوف يقدر يوصل ازاي لمرمى منتخب السنغالي دلوقتي عندنا ميزة الحمد لله أنا شايفها كويسة جدا عودة تريزيجيل المباراة وعودة تريزيجيل التهديف أعتقد دي هتفرق معنا بشكل كبير جدا من الناحية الهجومية اللي احنا عنينا منها الفترة اللي فاتت فدي حاجة مبشرة لنا لتريزيجيل بدأ يخش في الأجواء الكرة تاني وبدأ يستعيد عافته ويسترد عافته تاني لكن المشكلة هتبقى بالنسبة لي في اللعيبة المحلية اللي هتلعب تحت ضغط كبير جدا الفترة اللي جاية هو هيطلع ازاي اعتقد المؤمور هتبقى بالنسبة لي صعبة لكن الخمس أيام اللي قبل اللقاء هيكون فيها محاضرات نفسية كتير كلام كتير لأن لازم اللعيبة برضو تكون حاسة أكيد هي حاسة المسؤولية لكن لازم تعرف اللي دي فرصة مش هتتكرر مبارتين 180 دقيقة أقدر أحقق فيها حلم لي أنا كلعيب كورة وحقن من البلدي كلها وكتب لنفس تاريخ وكتب لنفس تاريخ 20 سنة أو 20 سنة عشان نروح كاس عالم فأنا أروح يعني بطلتين وراء بعد أو في وقت فترة وجيزة فأعتقد تحسب للجيل ده فأتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله وأتمنى لكون الراجل يعني بيركز بشكل كويس هو بيحضر المباريات على فكرة دلوقتي وبيتابع من المباريات لكن أعتقد بنسبة كبيرة ممكن مفيش عناصر جديدة هنضم من المنتخب الفترة اللي جاء لأنه عنده استقرار بالنسبة كبيرة على بعض العاصر ممكن يطعم أو اثنين مكان حجازي مكان أكرم لكن أكتر من كده أعتقد مش أبقى فيه تمام إحنا لوقتنا خلص بس دايماً والله بتفيدنا يعني كانت إيها من نورتنا ونشوفك على خير إن شاء الله شكراً لك شكراً لنوجودك معنا وإن شاء الله نستقي على خير في حلقة جديدة بإذن الله هنصلع فاصل يا حضرات ونرجع بعشان نبتدي معكم تاني وآخر فقراتنا الحوارية خليكم معنا يهلا بيكم في آخر فقرة في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي وطبعاً اللي من حضراتكم بيتابعنا بصفة مستمرة أكيد عارف إن إحنا دايماً حارسين على إن إحنا يعني نعرف حضراتكم وبشكل دائم بكل ما يستجد في الحياة الثقافية وخصوصاً لما يكون مقترنة بالرياضة دايماً بنحب نعرفكم عن كل ما هو جديد في المكتبة الرياضية نهاردة هنتكلم عن كتابين مهمين جداً في عالم الرياضة كتاب الأساطير شهادات للتاريخ وده الكتاب اللي احتوى على فعلاً شهادات التاريخ ومن مين؟ من أسماء هي نفسها كل اسم منهم على حدة صنع التاريخ بشكل أو بآخر وكتاب التاني بعنوان أن مكفوفين وكرة في القدم الكتابين للناخد والكاتب الصحفي الأستاذ محمود شوقي اللي من رحب به في بداية فقراتك صباح الفل عليك صباح الخير أبس كريم أهلا بي صباح الخير وأيدي كتابه أيوة أيدي كتابه عشان تصدقون يعني كتاب الغلاف عليه كل اسم من دول أسطورة مش من السهل أن أنا أحاور شخصيات زي كده وأكيد كان فيه كواليس كتير قوي للكتاب ده ممكن نبدأ نعرف أكتر يعني عن بداية الفكرة وبعدين إزاي حضرت للقاءات ومين كان لقاءاته سهلة ومين كواليس وقصص تدر تحكيها لنا مع كل اللقاء منهم بداية أنا أشكرك على الحفاوة الجميلة وده مش غريبة عليكم يعني وانتوا أسد زي فلمانة وعارفين قيمة التحاور مع نجوم كبار زي دول شكرا الكتاب بيضم عشر أساطير مش كل الحوارات اللي أنا عملتها أنا اختصت أو اخترت عشر أساطير منهم حضرتهم في الكتاب القدر منحني بصراحة يعني حظك بالجد يعني لازم تعترف حتى في ظل اجتهادك وسعيك لازم تعترف برضه أن الحظ ما بيسندك بيخرج منه نتاج عمل رائع زي ده يتمثل الموضوع في فكرة أن أنا خلال عشرين سنة أو أكتر قليلا يعني جمعني اللقاءات مهمة مع بعض النجوم الكبار جدا في تاريخ الرياضة والكورة المصرية أريد أن أقولك مثلا يعني الكتاب بيفتتح برمز أسطوري في تاريخ النادي الأهلي وتاريخ العسكرية المصرية الفريق عبد المحسن كامل مرتاقي في اعتقادي أنه ليس سهل أبدا أنه تم الحوار مع الفريق مرتاقي يعني حواراته كتوليلي جدا كانت معظمة عن الجيش المصري وحرب اليمن وحرب 67 وبالمناسبة هو كمان كان زابط في الحرس الملكي إبان صورة 52 حتى في الحوار نفسه بيحكي عن فكرة ده حضر فترة ثارية جدا في تاريخ مصر أنا حصل معي مع الفريق مرتاقي وقعتين اثنين أنا عملت معك أكتر من حوار لكن أول حوار عملت معاه لم ينشر ليه؟ بناها طلبه أنا كنت كنت رايح للكابتن الكبير عبدالصلاح الوحش اللي برضو موجود حوار له في الكتاب وقعتني حوار مع الفريق مرتاقي حوار مطول جدا والراجل يعني استرسل في الكلام وبعد ما خلصنا درداشة كبيرة جدا قال لك أنا مش للنشر يا طب ما عليش لي يعني لأنني كان فيه كلم خطير تابع للأمر وقال لك أنا مش للنشر وكان مع المرافقة بتاعته الممرضة الخاصة بي وكمان بالمناسبة المهندس الفاضل الأخ العزيز المهندس خيد مرتاجي شقردي بعد كده في اتصال تليفوني لأنني أتزامت بوعد مع فهي مرتاجي ومنشرت الحوار لأنني كان 2007 في 2013 أنا طلبت منه حوار وعملت معه حوار قبل وفاته خمس شهور اتكلم فيه عن إزاي تولى رئاسة النادي الأهلي حكى في الحوار أنه فعلا المشير عامر كان في احتفال في الكوات البرية ويستحبوا في سيارته ولفوا حوالين الجزيرة وجيوا قدام النادي الأهلي وقال له من بكرة يا سيد الفريد من بكرة تسلم نفسك تيجي تمسك النادي الأهلي فقالوا ازاي الكلام ده تابع الراجل الموجود رئيس النادي قالوا لأ خلصنا الموضوع ووسط الرئيس هو الأمر بكده فالفريد مرتاجي قال لي في الحوار أنه المشير عامر كان بينفذ أوامر الرئيس عبد الناصر في انقاذ النادي الأهلي في فترة صعبة جدا في تاريخه الفريد مرتاجي كمان حكى عن حرب اليمن باعتبره عسكري وغنقاد القوات وقال لأن دي ما كانتش حرب بالمعنى المفهوم كانت حرب عصابات لأننا رحنا حربنا عصابات ما كاناش بنحارب جيوش وحكى كتير جدا عن المصري والنادي الأهلي كمان الحوار مع عبدو صلاح الوحش ده واحد من أهم أساطير التدريب في تاريخ إفروك بالمناسبة قيمة كبيرة جدا وأنا من حظي أن أنا عملت مع أكتر من الحوار لكن الحوار الموجود في الكتاب هو حوار مهم جدا أنا أولا بيتكلم فيه تفاصيل فنية هائلة وبيتكلم فيه عن علاقته بصالح سليم والمناسبة دي نقطة في غاية الأهمية للنادي الأهلي لماذا؟ علاقة عبدو صلاح الوحش مع صالح سليم قد علاقة فهن الدية بحكم أنهم دخلوا بقساط بعض في الانتخابات ولكن الرجل لما تكلم عن صالح ما سألته عن صالح سليم بشكل واضح قال إيه إجابته كتأم علاقته به جيدة صالح رجل محترم طول عمره وخدم النادي الأهلي كثير رقي كمان شوف الرقي في الرد بعد الناس ما وصفت أن العلاقة بينهم فيها خلافات كبيرة جداً ليش هادر التاريخ فعلاً إنه ببني علاقة صالح وعلاقة عبدو صالح الوحش طبعاً نحن الأساطير لا تعرف نحن بنقول أسماء مغير تعريف الكتاب برضو يضم حوار مهم جداً مع واحد من أهم أساطير إفرك أول هداف لكاس أمم إفركيا عبر التاريخ سالة 57 الهداف محمد دياب العطار الشاهير بيتديبة مجمس كندرية الكبير جداً تنديب الرجل ده كان لعب كان حكم كان أسطورة والاتحاد الإفريق الكرة القدم قرموا في الاحتفال باليوبيل الفضي في الوقت الاتحاد الكرة المصري نسيه تماماً هو قال الكلاب ده في الحوار يعني الكاف قرمني والاتحاد الكرة ناسيني أنا عاشت 75 سنة مع الكرة الرجل قال كده في الحوار حكايته مع 5-7 سنة كرة وشرحها بالتفصيل كمان الحوار بتضمن حديث الديبة عن هم كلسوم وعلاقته الطويلة جداً بها كان بتحبه جداً وكان بتشاهد التحاد السكندري عشان يحطر الديبة وحضرت مباريات للتحاد السكندري ودعمت فريق التحاد السكندري بإحدى الحفلات بتاعتها في اسكندرية وإراد الحفلة راح للفريق للتحاد السكندري حباً في الديبة حكا برضو في الحوار التفاصيل دي كابتون جوهري آه كابتون جوهري كابتون جوهري اللاعب والمدرب والأسطورة والراجل اللي شرف مصر في الخارج صحيح اللي قاد مصر في الوصول لكاس العالم كابتون جوهري قيمة كبيرة جداً جداً قلت بحبه هو عنده تحدي للصعاب بشكل كبير جداً يعني حاجة لما تيجي قارنها برضو بالتحديات دلوقتي لا كانت قصة تانية خالص كان سبع عصره يعني ممكن كابتون جوهري تختصريه في جملة واحدة كان راجل مختلف صحيح أنا قابلت أول مرة كان مدير فاني للأردن أول ما قابلته أه من 2005 تقريباً وراحتول للسماعالية ورنال على تكليف من الاساس خالي التوحيد رحمه الله قال تروح لكابتون جوهري اسماعالية هو مستنيك وراحتول لعملت معاه أكتر من حوار بعد كده لكن في حوار له قصة يعني مهمة يعني ذاتي يوم أنا كنت في مجالة في مجالة إزاعة التلفزيون فاستدعيني الأستاذيات الرزق رحمة الله عليه كاتب الكبير طبعاً كان رئيس تحريم مجالة إزاعة التلفزيون وكان محرر عسكري لمدة 25 سنة فعارف يعني إيه العسكرية ومن اللي حارف في الحرب وأما إيه لزي استدعيني المكتب وقال لي مش الجوهري حبيبك قلت له يعني العبطبي العبطبي كويسة قال لي كلمه تمين معه وارا عن الحرب قلت له رئيس فيني لعبك كثير شاركت في الحرب وكلما أكلم حد يقول لم أشاركتش فعلياً أنا كنت موجود في الجيش لكن لم أشارك قال لي الجوهري شارك بيه نفس الطريقة الجوهري شارك بيه بروح اسأله وهو يقولك تفاصيل كتير جد الجوهري شارك ولوه دول مهمة جداً في الحرب وسأله في التفاصيل كلمت كابتن الجوهري كان في الأردن ساعتها وطلبت منه حوار فقال لي هنتكلم ما نسأل معك من شهرين كلم نتكلم من شهرين عن الكورة بتقول لا يا كابتن أنا حافظ حوار عن الحرب كنا أثناء الاحتفال بعيد أكتوبر كابتن الجوهري استغرب جداً وقال لي لم أحدش طلب مني حوار على الحرب قبل جداً قلت له والله رئيس التحرير قال لي كذا هو محرر العسكري معروف وطلب مني Renault فبدأ يسترسل في تفاصيل مشاركته في الحرب لجأ أن تعلموا إن الكابتن الجوهري كان زابط الإشارة بين الجبهة والقيادة لأ شوفوا الموقف الحساس أو الموقع الحساس اللي كان فيه كابتن الجوهري كان بردن مقدم وكان من أمر زباط الإشارة في مصر بشهادة الرؤسائهم اللي أنا كانت معهم فيما بعد الكابتن الجوهري كان زابط الإشارة وكان بين التعليمات في لحظتها وكان من الزباط القلائل اللي عارفين ساعة الصفر لأنه كان في موقع الحدث دي أمور في تفاصيل فغاية الخطورة الكتاب هذا بتضمن حوار تاريخي مهم جدا ومطول جدا مع كابتن حسن حمدي 2008 بعد مشاركات ونجاحات اللادي الأهلي في المنديال أكتر من مرة والسيطرة على البطاط أفريقيا ونجاح باهر في الحجبة الزمانية دي وأثناء الاحتفال بالمقاوية 2007 أنا طلبت منه إجراء حوار بإلحاح شديد جدا والراجل رحب بيجا ساعتها وعملنا حوار مطول فيه مليء بالكواليس والأسرار بيتكلم عن دوره كمدول للكرة دوره كلاعب كواليس حياته داخل نادي الأهلي وفترة رئاسته في نادي الأهلي في لحظة مهمة أثناء الاحتفال بالمقاوية كامان الكتاب بتضمن حوار أوقت من حوار مع كابتن ميب الشيربيني اللي حكى فيه عن حكاية هروبه من الزمالك وعبد البقال لما أخده رأس البر بصحبة كابتن طه اسماعيل كمان الكابتن مصطفى رياض نجمة رسانة بيحكي حوار مليء بالشجن تجاه النادي الأهلي ونجومه كذلك ويعني رقم 10 في الكتاب أنا لسه كنت حقول لك بقى خش بقى على كابتن بيبو وأكيد فيه كلام كتير يتقال رقم 10 في الكتاب هو أحسن من ارتدى الرقم 10 يعني أنا عمل حتى الرابط في الكتاب بهذا المفهوم وأفضل من ارتدى الرقم 10 في اعتقادي يعني هو كابتن الخطيب واحد من أهم أساطير الكورة في مصر وأنا بعتزي جدا بتأديره وحبه ده كابتن الخطيب مع كتاب المكفوفين والكورة هنحكي عنه دلوات لأنه تقديم الكابتن محمود الخطيب بالمناسبة ده ما حصلتش غالتي بنحكي عنه لكن في كتاب الأساطير الكابتن الخطيب عمت مع أكثر من حوار حطت في كتاب حوارين منهم اخترت حوارين اثنين حوار بيحكي فيه عن تاريخه وبالتفصيل وحاجات مهمة جدا 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 في كتاب وحوار تاني قبل رئاساته النادي الأهل في 2017 حوار قنفقات الأهمية وعد فيه بكل ما حققه خلال الأربع سنين اللي فاته الحوار فيه تفاصيل غريبة يعني فيه النقاط هو فعلا ألف الحوار اتنفست جميل بس انت هل اخترت يعني واضح ان انتاجك الأدب والصحفي كله مبني على مش بس الرياضة ده كرة القدم بصفة خاصة فده كان مبني على شغفك انت شخصيا بكرة القدم ولا مبني على زكائك الصحفي ان انت بتختار موضوعات واسماء ضامن ان الناس هتهتم جدا بانها تقرى المحتوى عشان صحيح انا كنت فيكة الانبهار انا 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 منبهر انا بحب التاريخ جدا وبقرأ في التاريخ بشكل كبير جدا سواء تاريخ رياضة او غيره انا قريت عن الحروب والحرب العالمات التانية وما لا زلك لكن توقفت قدام اساطير زي دول انا كنت منبهر بفكة فريق ملتجي انا لازم عن محور عبد صلح الوحش كان لازم كنت مصورة عن محور النجوم الكبار دول انا شايف انها فرصة لا تعوض وفعلا مرة السنين واثبتت التجربة انها فعلا فرص لا تعوض ان انا يعني يمنح للقدر ان انا اجمع كل دول واعمل حوارات خلال عشرين سنة مع المهنة مع كل هلوة الأساطير اعتقد شرف كبير كده كتاب المكوفين والكورة لو حالوك عايزين نتكلم عنه احنا طبعا عايزين نتكلم بقى عنه وهي فكرة بره السندوز يعني زي ما انا وكن ممكن منتكلم بس يعني ممكن الاول تفهمنا عنوان الموضوع بردو رسادة المشاهدين ما كان خش بقى في التفاصيل جوا شوفي انا حكايت مع المكوفين اولا كذا وقع غريبة جدا يعني في 2016 تقريبا 2017 يعني كانت حديثة العالم كله مش في مصر بس لان وكارات الانباء العالمية تنقلتها عن مصر بقرية المكوفين في كرة الجرز انا كنت الصحف اللي فكر اللي هم هلوم بالكابل القضية دي انا ناس ان انتحلت صفة لعبين مكوفين وهربوا من مصر الى أوروبا بانتحال الصفة دي فيه كانت دقة جبير جدا وكارات الانباء العالمية اه كانوا مكسورين والناس تعرفت الوقع دي اه اه اللي كان دبلوم صناية ودبلوم تجارة واللي كان نقاش واللي كان سباك كونوا فريق عملوا فيه عملة نصبة عملة نصبة متكاملة يعني وانا كنت عايش طول الوقت مع فكة زوالاحتجات الخاصة وارتباطهم بالرياضة عملت متحقيق كبير جدا في 2004 مثلا عن الصم والبقم والكور ازاي صموا البقم لعبوا كور فده كان موضوع غريب بعد كده انتقالت الى حديثة عن علاقة المكفوفين بالكورة وازاي بيحبوها وازاي بيلعبوها وازاي تعلقوا بيها من غير ما يشوفوها وازاي في منهم لعبوها ثم فقد البصر فجات من هنا يعني بعد الكتاب يعني كويس انت فتحت النقطة دي الكتاب بتتضمن النقطة دي تحديدا لا بص بها خليل يعني يعني مضطرين نقطع استرسالك بس عشان الموضوع شايخ جدا واكيد واراملنه برضو قصص لطيفة كتير جديرة بالحكي يعني فازاي زينك نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامك طبعا طبعا كرة القدم والمكفوفين كتاب المكفوفين وكرة القدم يعني كنا نتكلم في كذا حاجة منها ان حد كان بيلعب كرة قدم بعدين فقد بصره واستمر فيها وكيس الثانية كتير مماثلة يعني لا خلينا نخش معاك أكتر يعني عشان نعرف تفاصيل الكتاب إنساني بشكل كبير جدا قصص وقعية قصص وقعية كاملة فيش ولا منهم قصة من الخيال كلهم قصة وقعية مصرية بالمناسبة وقصة وحيدة أجنبية ليه حتى الصورة موجودة في كونترول لو نعرفها يا جماعة أشهر مشجع كفيف في العالم ده حضر كاس العالم ده جنسيتو إيه برازيلي وحضر كاس العالم الأندية مبقرة ونحن كنا في بوزابي برفقة النادي الأهلي وكان معنا في نفس الفندو الفندو ضيوف الفيفا حتى الكابتن عدل قيعي والأسيس بروني منيسي كان دامني عكسوه وعكسوني أصدقاء أو صديق محمود شوئي وصل ده أشهر كفيف في العالم أنا كنابت عنه في الكتاب والغريب أن صورته موجودة في الكتاب وأنا وردته صورته داخل الكتاب فمش عاوز أقول لك بقى الانبهار اللي حصل منه ومن والدته أهو اللي معنا دول على الشاشة لما شافوا صورتهم يا أستاذ كريم داخل الكتاب وأنا حاكت قصتها هي كمان كأم اللي هي بتاخد ابنها المضرب تحكيله يا أستاذ أنا هوند عن الكورة وحلوة الجمهور والنجوم وعلاقته على فكرة بتسافر به بقى والفيفا دلوقتي تكرمه في احتفالها من سنتين تسافلت الأفضل وعلاقته قوية جدا مع نجوم البرازيل فهم من زر الاحتجاجات الخاصة وكفيف ولكن عاشق الكورة القدم وهي بتخافف عنه كل الألام دانا كنت حاجة عنه في الكتاب وبالصدفة اللي احنا قابلناه في بوظل كتابة ضمن قصص مصرية خالصة عن ناس لعبة الكورة وكانوا متقلقين فيها جدا ثم فقدوا البصر ودي أمر في ممتع الغرابة أن أنت أحيانا في واحد منهم فقد البصر داخل الملعب بالمناسبة يعني في اسكندرية قصص أخرى عن ناس لعبوا حاليا كورة القدم للمكفوفين لكنهم اتولدوا من فقد البصر ورغم كده بيحبوا الكورة حب غريب بيحكوا عن أنا حتى كنت أسأل بشغف يعني إيه السر في الحب ده وانتوا شفت شكورة بزبط غريبا هم اتولدوا مكفوفينه وعندهم من الشكل ده من المشاعر تجاه حاجة عمرهم ما شافوها قبل كده مش مثلا فقدوا البصر نتيجة حدثة فرحة اللحقها من حياتهم لحقوا يشوفوا يعرفهم هذا حلوة الموضوع بالمناسبة خلينا نحيي ايه بس السر في ايه أنا أقول لهم السر في ايه أحد أهم الأسرار في ده ولازم احنا كمان نحيي أو نفتخد بتاريخنا الإعلامي أحد أهم الأسرار في ده إزاعة الشعوب الرياضة يعني كل كل كلامهم معي على فكه ده مرتبطوا بأسير الراديو وحديث المزيحين عن الخطيب عن حسن شحاتا تشكيل الوجدان ده كان أحد أهم أجزاؤه ونقاطه المهمة جدا هو تشكيل وعي واحد من المكفوفين لم يرى القرى أبدا فارتبط بها عبر الراديو بيحكوا لي التفاصيل ألهم وزعين بالتفصيل آه يعني تعليق معلق مثلا عن جون الخطيب في كتوكه أما سامعه في الراديو فبيحكيه بالتفصيل هو ما شفوش دي قصص إنسانية مهمة جدا عشان كده الكابتر الخطيب ما أنا عرضت عليه فكرة أنه يكتب تقديم للكتاب ودي أول مرة كابتر الخطيب يعملها أنه يكتب تقديم لكتاب في السوق راحب جدا حبا وتقديرا منه للمكفوفين مش لمحمود شاوك طبعا ده شيء طيب من الكابتر الخطيب اللي عودنا على أعزائي المواقف المحترمة وكتب الكابتر الخطيب داخل مقدمة الكتاب كلام مبهر عن المكفوفين وأنه قال كده بالحرف لقد لعبنا كرة القدم من أجل ساعد الناس وساعدت كبيرة ومضعفة لما لاي المكفوفين يتعلق بالكور ده كلام الكابتر الخطيب كتاب إنساني مهم أتمنى أنه ستتوقف عنده الحمد لله وعمل رد فعلي كواس جدا حتى في بوظاب أهدتك الأساس الكبير الإعلامي الكبير عقوب السعدي نسخة من كتاب المكفوفين والكورة وكتاب الأساطير أعلامي كبير ومحب جدا لنهاتي الأرض هكبيرة لها توقف جدا قدام فكرة المكفوفين والكورة وبدأ يقرأ بعض أجزاء منه وناس كتير جدا خارج مصر توقفوا قدام الكتاب الحمد لله تجربة أعتقد أنها تجربة طيبة طبعا أتمنى أن الناس تتوقف قدامها بكثير من الاهتمام من أكتر شخصية كانت شيقة جدا وانت بتعمل معها الحوار يعني من اتفاجئت بشخصيته الأساطير 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 اللي ننسينا من شوهاية نتكلم عنه الحارس العملاق كابتن عدي الهيكل وكان رجل فريد من النوع وكان خفيف وعيز أقول لك كان ممثل أنا بالنسبة لي كان فيلم مع هند رستم كان تمثيله عجبني يعني اللواء وصفه النوع فاشل لا مش عارفة لي وصفه والله كان لزيز جدا وانا دخلت شاقته أكتر من مرة لكن أول مرة دخلت شاقته أنا انبهرت كان ساكن فين كان ساكن في المعادي شاقة في المعادي دخلت دخلت نفسه قدام متحف حقيقي فقال لأنه كان رجل ذاكي جدا فقال لي منبهر شوية فقال لي لا تستغربش كل حاجة هنا هتلاقيها بتتكلم عن التاريخ وقت طبع من أصول تركيا أو والدته من أصول تركيا فقال لي كل قطع هنا عبارة على الأنتيكة وفانا ده حقيقة شاقته عبارة على الأنتيكة أو متحف كامل الكابتن عدي الهيكل حكا عن تجربة السينماية بالمناسبة الكتاب بضو ضمن حاجة مهمة جدا ما تكلمش عنها كتير حكا لي عن فكرة فيلم الشموع السوداء للراحة العظيم صالح سريم إنه كان معروض عليه بالمناسبة مش معروفة المعروفة مش معروفة كانت مستغربة جدا وحكا عن تفاصيل مشكلة مع حلم رافلة المنتج والمخرج الكبير وإنه اتجه ناحية الفيلم التاني برضو باختيارهم هم ثم حقق فيلم الشموع السوداء نجاح باهر بالمناسبة هو حكا في الحوار إن فيلمه مع هند شاهد حب مع هند روسطن ما نجاحش في وقتها السيدة كلمة حلو جدا إنه ما نجاحش في وقتها ألا لم كنتش راضي جدا عن نفسي غريبة أوي وأسرتي ما كنتش راضي عن الدور وأنا مماثل فاشل فطبعا لبعد كم سنة بيتكلم لسه كان بنفس آآ آآ كده ونفس العصبية وكواسي أنا ما كملتش في شغلنا دي ده كابتن عاد الهكا اللي وصف نفسه برضو يعني كابتن عاد الهكا بيصنفه دايما إنه من أهم محراس المرمع في تاريخ القرى لكن أنا ما سألت عن من أفضل حارس هل أنت فعل الأفضل حارس في تاريخ مصر قال لا طبعا بانفعال شديد قال لا طبعا بدأت عديله بعض الأسماء هل حد من دول الأفضل قال لا الأفضل في تاريخ مصر براسكوس الحارس اليوناني الشغير اللي أصبع بعد كده حارس مرمع منتخب مصر اللي جي من يونان وأقام في مصر مع أسرته حارس شهير جدا براسكوس قال لي ده بقى لو أنت تقتل الأعظم والأفضل في تاريخ مصر فهو براسكوس بلا نقاش ده كان كلام الكابتن عادل هيكل أعتقد أن يعني رغم أنه هو الأروع ولكن برضو شايف أنه هو مش الأفضل يعني دي دي في حد ذاتها تعلمنا يعني ما تمشي أنت تقول أنا أحسن حد ده دليل أصلا فشل دروس 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 ما تقتلش نفسك صح كابتن عادل هيكل بيحكي في الكتاب برضو عن فكرة أنه رفض 500 جنيه من نادي الزمالك في أواخر الخمسينات ذا كان رقم في أواخر الستينات يعني ده رقم وشقة 500 جنيه وشقة من عبدالعطيفة بورجيلا رجل لأعمال الزمالكاء والشهير عبدالعطيفة بورجيلا عرض عليه 500 جنيه وشقة ورفضهم عادل هيكل من أجل استمرار داخل نادي الأهل وكمان رفض عرض خيالي من بيفيكا كان هيفيد عادل هيكل ويفيد نادي الأهلي بـ 50 ألف دولار رفض لأنه حبا في الاستمرار أو إصرار على استمرار داخل نادي الأهل بيحكي كمان كابتن عادل هيكل عن حاجة مهمة جدا أن مختار تيتش الرمز الأهلاو الكبير كان سبب أنه ما يعتزلش الكور كانت عادل هيكل كان في طريقه والي اعتزل مبكرا جدا أسنة كام الأهلي حوالي 21 سنة تقليل ماذا هذا؟ الأهلي كان بيلاعب الترسانة في مبراهة مهمة وكبيرة والأهلي خسر خسارة تقيلة في المتش وأحد بعض الأهداف كانت من عادل هيكل فخرج يبكي بحرقة وقرر الاعتزال وأن القرى ليس يكمل فيها وكانت في احتراف ساعتها فقرر وما يكملت في القرى فمختار تيتش الرمز الكبير رحلوا البيت وأثناء عن قرر الاعتزال ورجعوا الكرة ثانية قالوا هتبقى حارس مرمى لأهلي رقم واحد وحارس مرمى منتقى مصر رقم واحد هذه ده دور الرموز مع نجوم صعادة زي عادل هيك جميل جدا لا بصوا ما تحرقشوا بقى كتاب الكتاب موجود لا وكتاب موجود لازم نستمتع كبان بقريته بس حاجة محترمة جدا وبجد كل التوفيق ليك أستاذ محمود فعلا شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ويا رب المزيد من الأعمال القيمة الفترة الجاية أنا سعيد بتواجد معاكم كنتين كبار لكن لو تسمحوا لي أن نختم بحاجة خارج الصياق شوية فضل إحنا زي منا الصحف المراسل الصحف المكتهد محمد غنين مراسل عدد من الصحف المصرية في المحلة الكبرى في غيبوبة كاملة حاليا في مستشفى حمبيات المحلة وكان سافر الكاميروم مع ناس كتير جدا أنا من ضمنهم تغطية كاس أوم أفروكيا والأسف فصوله بالمالاريا وحالته متأخرة جدا فبالمناسبة دي ندعو كل الناس تدعو لمحمد غنين بالصحة والعافية ربنا يشفيه لأنه في محنة حقيقية وأيضا أشكر كل الجهات المختصة صراحة أنا محدش أصفر معاه لكن أتمنى أن أمزيد من الاهتمام لأنه حالته فعلا حالة سيئة لتسطحك الدعاء إن شاء آمين يا ربي أهمه بألف سلامة لأسرته ليكو يا رب إن شاء الله شكرك على وجودك معنا وإن شاء الله نشوفك على خير والشكر موصول لكل حضراتكم وعلى متابعاتكم دينا في حلقتنا النهاردة يا رب تحلق تكون عجبتكم بكرة بإذن الرحمن نشوفكم على خير في يوم جديد وحلقة جديدة وعشر الصبح في الأهل سابحة البقر موسيقى موسيقى